أعضاء اللجنة المحترمين تشارككم IDO مع أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومعهد البحرين الحقوق والديمقراطية قلقكم إزاء الدولة الذي يلعبه التمييز والتعصب في تقويد التطور الديمقراطي وخير مثال على ذلك البحرين في أحد التقرير المراسلات المشتركة قدم المقررون المعنيون بالدين والحقوق الثقافية تقرير عن التمييز المؤسسي ضد الجماعات الدينية والعرقية في البحرين بما في ذلك غالبية السكان الأصليين من البحرين والعجم من الشيعة في البحرين تستهدف قوات الأمن بشكل منتظم المواطنين البحرين لمشاركتهم في الاحتجاجات ومنذ عام 2012 تسبب تسلح الحكومة بأسلحة غير قاتلة للسيطة على الحشود واستخدامها ضد البحرين فيما لا يقل عن 56 حالة وفاة في ديسمبه 2014 حكمت البحرين على محمد رمضان وحسين علي موسى من البحرين بالإعدام كما أن الغالبية العظمى من السجناء السياسيين في البحرين هم من البحرين والعجم أسقطت البحرين أيضا جنسيات العديد من البحرين والعجم بموجب قانون مكافحة الإرهاب لمعارضتهم السلمية وتركتهم عدمي الجنسية بما في ذلك الحالات الأخيرة لرجو الدين الشيع الشيخ محمد خجرستة والأكاديم الدكتور مسعود جهرمي حيث أن أغلبية الذين أسقطت جنسياتهم مؤخرا في البحرين والبالغ عددهم أكثر من 260 فردا هم من البحرين والعجم في يناير عام 2014 وراد أن قوات الأمن البحرينية كتبت رسائل كراهية على مسجد بحراني كما هاجمت قوات الأمن أيضا البحرين والعجم وهم يؤدون تقوس عشوراء وسدد الطرق لمنع الناس من الصلاة في المسجد المركزي كما حدث في قرية الدراز من خلال وسائل منهجية ومؤسسية يهمش البحرنا سياسيا واجتماعيا وخاصة على سعيد حرية التعبير وحرية التجمع لذا نطلب من اللجنة تقديم توصيات لأفضل الممارسات لإلغاء هذه السياسات التمييزية وإنشاء آلية للمصالح الوطنية وشكرا